أساكم الله بالخير جميعا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أنا سعيد جدا بوجودي كضيف عبر الإنستغرام ضيف بدر على سمو وزير الثقافة أخي الكريم الجليل سمو الوزير الأمير بدر من عبدالله بن فرحان وأتمنى إن شاء الله أنه في هاللقاء يعني ما هو أمسية ترى ولا هو يعني هو حيكون إن شاء الله متنوع بين الإجابة على أسئلتكم طبعا أنا الأخوان هنا الأصدقاء كثر الله خيرهم عشان نكسب وقت حيشوفوا الأسئلة اللي حضرتكم تطرحونها ويجيبون لي إياها وخلال اللقاء إن شاء الله حيتخلى له قصائد إجابة على كل ما ترغبون أني أجيب عليه في البداية أشكر كثير الأمير بدر على الدعوة وعلى كرم الاستضافة وأتمنى إن شاء الله أنه نقضي وقت يكون ما هو ممل بالنسبة لكم إن شاء الله أنا ببدأ طبعا بأ ودي أبدأ بقصيدة علشان أعطي وقت للأسئلة إنها تنزل في التعليقات وإنما خلص القصيدة يكون في أسئلة حاضرة عشان أجاوب عليها هذه قصيدة جديدة كتبتها قبل تقريبا أسبوع أنا اللي ربي أكرمني بأبو بصرار رباني على القرآن والسنة وعزة نفسي وديني علني أفتدي أرض ثراها ضم جداني هل العوجة هل التوحيد ماتوا هو يوصيني أنا اللي ربي أكرمني ببو بصرار رباني على القرآن والسنة وعزة نفسي وديني علني أفتدي أرض ثراها ضم جداني هل العوجة هل التوحيد ماتوا هو يوصيني رحمك الله يا مساعد بك المولى رفع شاني وبمعزي أخو نوره وهذا الأمر يكفيني بسادة مجد هذا العصر تاج العز عماني بآل سعود هم ذخري وهم فخري اللي يرضيني غدب وردي وتسبيحي وذكري رطباً لساني تفصحت بكتاب الله وتسامى فيه تكويني وأنا إنسان بي تقصير أسو تقدير أغواني مقابل نفس لوامة تحاول دوم بتثنيني أخاف الله ولا شركبة ولي رغبات تقواني وكم أخطيت واستغفر عسى تثقى الموازيني وأنا شاعر ندر فكري سبق عصري ووداني المعاني نادرة كانت بكر ليه نلتقت فيني أنا الإنجاز والإيجاز والإعجاز أقراني ولا منجز ولا موجز ولا معجز يوازيني أهدم سائد وأبني أنا الهادم أنا الباني غروري منتهى الإنصاف في سردي وتدويني تأملت في خفى نفسي تقلبها كمشقاني أشك بما تيقنته ولا أوقن بتخميني ودنيا حالها مربك إذا ضحكني بكاني تصافي لين أأمنها وهنا حتما تجافيني وصديق ضرني بالعمد أكرمته وآذاني وحبيب في ضمى يرويه كاس الغدر يسقيني أنا وش حاجتي لعدة إذا هذول خلاني وإذا درعي هو القاتل وإذا جرحي بسكيني أنا لو صار مهما صار ماتت زعزع أركاني وخيباتي يتقويني وما يقتلني يحييني وما خلقت ثقيلات الحمول إلا لأمتاني وما كانت صروف الدهر إلا لجل تمكيني أنا ربي خلقني طود شامخ للي ينخاني علي يركي ويبشربي على الهقوة يلاقيني أنا الواقف أنا الوارف أنا العارف بإمكاني أخبي همي العاتي وأفزع للي ناصيني أنا الفازع أنا الفارع أنا البارع بإتقاني مدا وجروح من عانا ولوه جرحي يدميني سألني عاذل الشامت سؤال الكاذب الحاني وش اللي ترجي جاوبته أبي تخلد عناويني أبي شاطي بحر والموج فيه يبدد أحزاني وبأحزان تتبدد وما تستوطن سنيني وبما أتقي شر وما تتقدر وبأعدى وبأصحاب ما تقدر وأعدى ما تصافيني أبي شاطي بحر والموج فيه يبدد أحزاني وبأحزان تتبدد وما تستوطن سنيني وبما أتقي شر الذي غطاه إحساني وبأصحاب ما تقدر وأعدى ما تصافيني وببلادي بعز وخير أبي حساد هيعاني وبه يدوم في حسرة كثير الأمر يعنيني وبصحة على قدر الألم لا من تبلاني وبأغنى غنى يطغي وانا أغصبه يهديني وبما رد أي سائل كذوب أو صادق جاني وبأعطي وبيربي ألوف ضعاف يعطيني وبمنه خذا مني يقول في داخله ماني مصدق قلت بي حاجة أنا ما قلت يغنيني وببطي بكون أول وبعدي أصبح الثاني وبأعفو مع القدرة عن اللي كان يوذيني وبأضحك مثل طفل قديم في سالف أزماني ولا قد قالبت يا رب شر الضحك تكفيني وبأبكي بكى كهل تيقن بنه الفاني وبيا رب ترحم ضعفي سترك يغطيني وبيا رب تغفر لي أنا المذنب أنا الجاني وبرحمتك يا ربي بعدلك لا تجازيني وردتنا أول أسئلة هذه أسئلة عن عن وزارة الثقافة يقول كيف ترى ضيف بدر وعمل الوزارة منذ إعلان رؤية وزارة الثقافة وما تحقق حتى الآن كيف أقرأ الأسئلة وأجاوب عليها بشكل عام كيف ترى مستقبل الثقافة مع إنشاء وزارة الثقافة وإعلان رؤيتها ومبادراتها أطلقت الوزارة العديد من المبادرات ما هو رأيك في الابتعاد الثقافي أنا كل هذا في بالي أحكي عنه أصلا كنت لو تعود إلى مرحلة الدراسة هل ما حب أسئلة لو لأنه لو هذه ما تحصل هل يمكن هذا السؤال الأخير بجاوب عليه في الأخير بس خلنا أتكلم عن وزارة الثقافة بشكل عام الحقيقة أنه أنا حضرت قبل سنتين تجشين رؤية وزارة الثقافة دعانا الأمير بدر الله يسلم للحفل وكان فيه ليلة رائعة على الأمير بدر عبد المحسن كانت يعني تتخللها أشعار وكان فيه عرض رؤية وزارة الثقافة وما ستفعله أنا كنت موقن أنه طبعا كانت الرؤية اللي موجودة طموحة جدا لأنه أنت يعني ما كان في وزارة الثقافة قبل فالخطة المعمولة والكلام اللي نقال والتصور كان يبدو ضخم جدا يعني عشان يتحقق يبغاله يعني على الأقل خمسة عشر عشرين سنة لأنه لأنه يعني في عدة مجالات وفي أشياء يعني كانت مهملة أو أشياء كان يعني طبيعة الوقت ما كانت تسمح فيها فأنا لما شفت الرؤية كنت متأكد أنه هذا اللي نشوفه هيحصل ليش؟ الأمير بدر الله يسلمه من مدرسة الأمير محمد بن سلمان وهذه المدرسة إذا قهلت شيء فعلته واتضح أنه معاي حق خذال السنتين اللي فاتت شفنا أشياء كثير على أرض الواقع يعني شفنا تأسيس 11 هيئة ثقافية تقريبا شفنا إطلاق عشرات المبادرات الثقافية تعزيز التعليم والتدريب في القطاعات الثقافية الابتعاث تعزيز حضور المملكة في اليونسكو وفي المنظمات الدولية الثقافية تأسيس المدينة الإعلامية في الرياض آخرها افتتاح معهدين المعاهد الموسيقية اكتشافات أثرية الاهتمام بالآثار الحقيقة أشياء كثير جدا تؤكد طبعا أنا على المستوى الشخصي يعني يجب مو بعش هذا الأمير بدر دعاني اليوم وأنا ضيف ودى الأمانة أنا أجل هذا الرجل وأقدره كثيرا لأسباب عديدة أول شيء لأنه يعني لأخلاقه العالية جدا وتواضعه ولأنه شغوف بالعمل يعني يعمل وينجز في صمت ويرجع الفضل لأهله دائما يعني فالحقيقة أنا فخور جدا أنه إحنا عندنا وزير ثقافة مثل أخي الأمير بدر هذا يعني الحقيقة يجعلني أشعر بالفخر وهذا على فكرة مش كلامي أنا والله جميع من تعامل مع الأمير بدر أنا أعرف مثقفين كثير أعرف ناس من خارج المملكة تعاملوا معا أصدقاء أنا يمكن يعني ما بينه وبين الأمير بدر علاقة وطيدة يعني يعني قريب وحبيب وأخ ما في شك ولكن يعني ما في تواصل ولكن كل يعني فيه أصدقاء مشتركين بحكم اهتمامي بالثقافة وبحكم أنه وزير ثقافة كلهم كان انطباعهم عنه الانطباع اللي أنا قتلكم فالحقيقة أنا هذا الشيء لابد من باب الأنصاف أني أنا أقوله هنا يقول وش رايك في المبادرات حقا الابتعاث قلت هذه يعني مبادرات الحقيقة خلاقة وفذة يقول هل يمكن أن نربط بين دراستك الهندسة وتركيبك الشعري وهل انعكست الهندسة على أنتاجك الأدبي ما لها دخل يعني هي لها دخل أنه فيه فيه هندسة في الشعر ربما فيه يعني لما تكون القصيدة مقفات وعنزونة لابد أن يكون لها شكل هندسي وشيء ثابت في تفعيله وفي الأغنية كمان لابد يكون فيه موسيقى فيها نوع من وإن كان في نفس الوقت كمان الهندسة يعني جافة كثير على أنها تدخل في الأحاسيس يعني أمر متناقض الحقيقة ما 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 قدر أقول أنه نقدر نربط وما نقدر نربط الصراحة أنا طبعا هذي اللي جتني إلى الآن فبقول قصيدة ثانية إلي أوه ما شاء الله جاهزين طيب بقى بس بقول قصيدة فبقول قصيدة غصبنا عليكم حتى لو جبتوا إلى سينة هذه قصيدة أنا أحبها من القصيدة الأخيرة غنتها أنغام ولحنها صادق الشاعر اسمها طاولة فيها حوار عجب لي بين القلب والعقل يسأل متى ألقاك قلب يعنى بالطعن فوهامي بكل صرار يسأل متى الأيام لك ترجعنا وصبره بلقاه مهما صار قال التفاؤل فيك كم ضيعنا قلت الدعاء قد يعكس الأقدار قال الليالة بعتمها تفجعنا قلت الليالة نيرها الأقمار قال العمر صحرى عطش تمنعنا ما نرتوي جاوبتها الأمطار بمر الكريم اللي بيده ينفعنا تهطل وتكسي جدبنا الأزهار قال النصف والوقت ما طاوعنا قلت الأكيد أن الزمن دوار قال أن تكرار الخطأ أو جعنا قلت الخطأ خلقت لها الأعذار قال أنت عارف ما لحلمك معنا قلتيه عارف بس أنا بختار أبقى أنادي لين ما يسمعنا لولا الأماني ما نكتب أشعار قال الأمل كذاب كم يخدعنا جاوبت موقن كثر ما أحتار به طاولة لابد ما تجمعنا أخشابها للحين في الأشجار يجي للمحور الثاني رأيك الثقافي في الشخصيات التالية بشكل سريع لا والله ما بشكل سريع أنا بقولها ببطي على كيف تستحملوني يعني طبعا هنا يتكلع في سؤال عن سمو سيدي ولي العهد فيه عن الأمير بدر عن أمير خالد الفيصل للأمير بدر العبد المحسن جيد فيما يتعلق بالشعر وفيه عن ملحنين كمان فيما يتعلق بالشعر أبذكر الشعر اللي أثروا في تجربتي يعني وبحكي عنهم إذا كان بنحكي عن سيدي ولي العهد الحقيقة الحديث يطول ومش في المجال الثقافي في كل المجالات أنا يعني أعتقد أنه رب العالمين سبحانه نعمه على هذه البلاد لا تعد ولا تحصى من نعمه العظيمة التي لا تعد ولا تحصى أنه أكرمنا الله بقيادة عظيمة قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وبوجود سيدي ولي العهد وقيادته ورؤيته الحكيمة وطريقة إدارته للأمور وهذا كلام وهذا كلام ما هو إنشاء هذا الكلام يعني له ما يثبته دائما أنا لما أشوف الوزراء يطلعوا يحكوا تعودنا في هذه البلاد لأنه قديم الأزل وولاة الأمر يهتمون بما يخدم المواطن وبكل تفاصيل حياته ويوجهون الوزراء بأنهم يعني إذا عينوا وزير أو عينوا مسؤول يقالوا بوضوح أنه أنت لخدمة الناس لخدمة المواطنين وهذا الحكيم من أيام الملك عبد العزيز إلى العهد الزاهر الحالي الله يحفظ مولاي ويحفظ سيدي ولي العهد ولكن عادة لما نسمع كلمة بتوجيهات لم يكن يتم الأمر هذا إلا بتوجيهات سمو ولي العهد الحقيقة هذه الكلمة ما هي أكل شيء الحين يعني ما هو المراد فيها التقدير وإرجاع الفضل المستحق لأهله بس الأمير محمد فعلا وهذا يبان في كلامه في لقاءاته في كلام الوزراء عنه يعني مثلا لما تشوف أي وزير الموزراء يحكي عن الرؤية المستقبلية لوزارته سواء مثلا شفت الأمير عبد العزيز من تركي الفيصل لما يحكي عن الرياضة وعن اللي حيحصل الأمير بدر في الثقافة وعن ما حيحصل الأخ تركي آل الشيخ في الترفيه أتحمد له بالسلامة رضعته بالسلامة كل الوزراء لما يقول لك أنه هذا لم يكن ليتم لو لا يعني لو لا لو لا الله ثم ولي العهد هذا كلام حقيقي أنا يعني حتى في بعض ما أنا بقايلمين بس في مسؤول قال لي وزير يعني كنت كنت في غدا كنت في الديوان كنت قاعد أتراقش أنا وياه يعني ما دلو شي يجاب الطاري يقول أنه سمو ولي العهد لما يجي أحد يعني مثلا الوزراء يقدم له مثلا رؤية أو مشروع للوزارة أو شيء مستقبض للوزارة يقول يفاجئ يعني حصلت مع أكثر من واحد يقول يعني يكون الشي اللي أنا متخوف منه واللي حاسس أنه في مواطن ها يعني ما أنا مغطيها بشكل جيد يقول أول ما يسألني عن مواطن الضعف اللي أنا خايف منها هذا شخص يدرك ماذا يفعل قائد ملم بالتفاصيل عنده مشروع واضح وعنده رؤية واضحة وعنده طريقة لعمل ما يريد وعنده عزيمة على ذلك الأمير محمد لأنه رؤيته وكيفية سيره بها أثبت بما لا يدع مجال للشك بأنه إذا قال فعل ولأنه هذه الرؤية واللي يبغي يحققه البلاد واللي ينجزه يعني هذا الشيء يغيظ كل كارح وهذا حول على فكرة الكارهين لمجرد ردة فعل لما يفعله وربما لما لا يفعله أحيانا فإذا حصل إنجاز الكارهين والمعادين تعاموا عنه وإذا ما قدروا يتعاموا عنه حاولوا التقليل من هذا الإنجاز إن حصل تعثر حتى لو كان لظرف مثلا دولي كورونا مثلا تلقفوا تعثر معين وأبرزوه أشبعوه طرحا وجمعا وضربا وقزمة حولهم لردة فعل فقط يعني أن يترصدون أي خطأ وإذا ما لقوا خطأ اخترعوه وإذا حدث خطأ من أي مسؤول أو منفذ ما بقى ضوء عندهم ما صلطوا على هذا الخطأ وألصقوه بسموه ولي العهد مباشر حتى لو هو تحمل مسؤوليته اهتداركه وصحح مسار الجهة المخطئة هذا الشخص لو لم يكن عظيم ذا رؤية عظيمة مقلقة للكارهين لما أصبحوا كذلك هو شغلهم الشاغل يراقبون سكناته وحركاته يفسرون عبوسه وابتسامته إيش قال إيش ما قال يعني مثلا الأمير قال شي فيعلقون عليه أفهم بس ما قال شي ويعلقون على أنه لم يقل يعني ما قلت بيتين في قصيدة عبثا لو سبحوا تعداد ما قالوا اسمه لتحصلوا عفو العزيز الأكرم لكنهم في حقدهم شغلوا به فغدا بأضلعهم كنار جهنمي أنا بأقول قصيدة في المناسبة فالأمير محمد الله يحفظ اصعد بعزمك إن المجد متصل وهل تمل صعودا أيها البطل أنت المفكر قد نادتك نهضتنا أنت المجدد والمأمول والأمل أنت المظفر لا تثنيك معضلة أعداء همتك التقصير والكسل مقدام عصرك لا تخشى مخاطره تمضي وعزمك لا يوهي به كلل لو عم عزمك في الأسقاع لاندثرت أعتى المصاعب واستعصى بها الزلل تقصي الجهالة تهدي الناس معرفة والناس ما برحوا أعداء ما جهلوا تمضي بحلمك بالإصرار تجعله رأي العيان لك الأحلام تمتثل أحنت أحنت لرؤيتك الأكوان هامتها واستحجب الغد ماذا يصنع الرجل كم شاع قبلك أقوال بلا عمل حتى أتيت فكان القول والعمل إن قلت سوف وحرف السير تنطقه في التو قولك بالأفعال يكتمل ترنو إليك جموع الناس مصغية والخصم ينصت والأقوام والدول يهدي حديثك كل الشعب طمأنة أما العدو فقد أودى به الوجل إن كنت تشعل نورا يستضاء به فالنار في كبد الحساد تشتعل أنت الهلاك لباغ لا يكف أذن أنت الملاذ لمن ضاقت به السبل أنت الكريم بلا من ولا هدف والجود فيك أصيل ليس يفتعل أنت المسدد رأيا والجسور فما ترضى القعود بهم الناس منشغل أنت العطوف إذا ما ضاق منكسر أنت الدواء إذا ما شاعت العلل أنت الغضوب إذا ما مهجة ظلمت أنت الثبات إذا ما زاغت المقل ما قلت فيك أبا سلمان يجعلني رغم الأنوف بتاج الشعر أحتفل فالشعر مملكة تأبى لها ملكا قد قال شعرا ولم يضرب به المثل في هنا أسئلة عن رأيك في الشخصيات التالية الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن عبد المحسن الحقيقة لو بحكي على أمير خالد وبدر هذول شكلوا وجداننا عبروا عن مشاعرنا كانت قصايدهم يعني إنجاز التعبير وشتات الحياتنا حبينا بقصايدهم فارقنا بقصايدهم تألمنا بقصايدهم فرحنا بقصايدهم بكينا على قصايدهم عزينا نفسنا بقصايدهم استخدمنا قصايدهم في لحظات ضعف يعني ضعفنا وقوتنا هذول يشكلوا وجداننا فعلا هذا هذا بشكل عام يعني كأجيال بشكل خاص كشاعر أنا الأمير خالد والأمير بدر كانوا من أسباب وجودي كشاعر لأنني أنا لما بديت أكتب كنت أطمح أصير في يوم من الأيام شاعر مثل خالد الفيصل وبدر وعبد المحسن الأمير خالد الفيصل سهل ممتنع يعني وممتع ما يقول الزمان اللي غدر بي ثم خان خان هو ولا أنت حاشى ما تخون ولا مثلا يحضرني أنا يوم أرسل عيونه لقلبي عطيته مهجتي والمعطي الله نصف زين الخلايق في عيونه وباقي الزين في باقيه كله يا ساتري خالد الفيصل يوم مثلا يوم روح لي نظر عينه بهون فزله قلبي وصفق وارتعد لفني مثل السحايب والمزون في عيوني برق وفي قلبي رعد نقض جروحي وجدد بي طعون قلت يكفي قالت عيونه بعد يعني من بادي الوقت وهذا طبع الأيام عذبات الأيام ما تمدي لياليها إلى صفالك زمانك عل يا ظامي اشرب قبل لا يحوس الطين صافيها كمية قصائد هائلة شكلت وجدان قالت من أنت وقلت مجموعة إنسان من كل ضد وضد تلقين فيني فيني نهار وليل وفراح وحزان أضحك ودمعي حاير وسط عيني فبالتالي أكيد يعني أمير خلد الفيصل من الناس اللي يعني شكلوا وجداننا وأثروه أما عاد الأمير بدر أنا عندي طبعا نقطة ضعف أمام الأمير بدر أنا يعني بدر بالنسبة لي هو الكوكب المضيء يعني اللي كتبوا وصطروا من إبداع شامل تحس أنه لا يمكن لحياة شخص واحد أن يستوعبه يعني لجرد أنك تقول ما شاء الله متى أمداه يكتب كل هالإبداع أنا أقول عنه دائما هذا كبير الذي علمنا الشعر أذكر مرة في قصة كان في عندي أمسية في جدة ومدري من أشاع أنه الأمير بدر بيحضرها ما حضرها بس أنا لما لما عرفت أنه جاي يعني يعرفت يعني أو كانت إشاعة ما جاء بس جهز نفسي يعني عرفت قبرها بساعات أو قيل أنه الأمير بدر بيحضر الأمسي فأذكر أني كتبت إذا يسمح كبير الشعر ألقي الشعر في حضوره أبجر وسويها ولوهي ما لها أعذار غير إني أشوف إني شعاع في سنة نوره وشوف إني بعض بعضه وبعض بعضه طموحه كبار والله ما دلق سيدها بس أنا أذكر آخرها يقول عظيم حسنها جدة تجيب الأصل للصورة عظيم حسنها جدة تجيب البحر للبحار فالأمير بدر مش شكل وجداننا بس كان في كثير من الأوقات هو وجداننا شوف الرسائل صوتك ينادين حسايف فوق هامس سحب الرياض يعني مستعد أعد لك الآن فوق المية نص عاصرة مشاعرنا عاصر يعني داخل فوجداننا فعلا وبعدين الصورة الشعرية عند الأمير بدر ما لها مثيل يعني ما يقول على الغدير كانت سمى ويرمي الضمى وجهي عليه على الغدير وجهي وسمى لين ارتمى وجهك عليه على الغدير وجهي ووجهك والسمى من يسبق ويملى يديه يشرب ملامح صاحبة يعني لا تعليق أو لما يقول مثلا في قصيدة ثانية حبيبتي تغار والدر في المحار والمحار في اليم واليم في الأعصار وما به شعور أقدم من لهفة البحار ساعة يغيب النور وفي الشط خيط كسور البيت وأهل وصغار أو لما في الرياض يقول يا نصيبي من الصور والرسائل من كل شمس قايمة وكل ظل مايل يا مكاني من البيوت ومن الصحاري اللي غربت فكري قبايل اقبلي مثل ديم مثل نار في هشيم من غصون الضيم الليلة الغضاء وبين شوف الصورة وبين ما خل النخيل من الفضاء وما نسل الغير يعني مهما قلت على أمير بدر ومهما يعني تمثلت ولكن هذا جزء بسيط من إحساسي في الأمير بدر طبعا هي سؤال على المتنبي أنا أشكر اللي سأل على المتنبي المتنبي أنا بالنسبة لي كيف أقول يعني المتنبي أنا هذا الشاعر بالنسبة لي يعني عشق أنا دايما في كل مكان أسافر له في سفري وفي حضوري دايما دواوين المتنبي جنبي هذه حتلاقون الدوان مهترع ما هو في حالة جيدة هذا الشاعر الحقيقة أنه أنا أشوف أنه يعني اهتمامنا الحين باللغة العربية واهتمام الدولة الله يحفظه باللغة العربية وزارة الثقافة الاهتمام المشكور الهائل باللغة العربية هذا لابد يعني المتنبي هذا أعظم في رأيي أعظم شعراء اللغة العربية أعظم شعراء العربية على الإطلاق كان عبقري في كل غرض من أغراض الشعر يعني في المدح في الهجاء في الرثاء في الحكمة في الغزل وبعدين عظمة هذا يعني عظمة هذا الشاعر في إيش أنه هو ولد سنة تسعمية وخمسطعش ميلادي ومات تسعمية وخمسة وستين تسعمية وخمسة وستين ميلادي يعني عاش خمسين سنة يعني تخيل هذا كل الإبداع هذا في خمسين سنة وقتل لما كان عمره خمسين يعني عبقريت وأكبر دليل على العبقريت وأنه هو شخص من ألف وخمسين سنة أو ألف وستين سنة قال أنا مملع جفوني عن شواردها ويسهر الخلق جراها ويختصم وهذا نحن في بث مباشر قاعدين نتكلم عن المتنبي يعني هذا ما في دليل على عظبة هذا الرجل أكثر من ذلك كان عبقريت يعني مثلا سيف الدولة ما كان له هالإنجازات العظيمة لكن المتنبي يخلده كافور مسكين كافور الأخشيدي كان له فضائل وإنجازات ما بقى منها إلا إهانة المتنبي من ألف عام يعني كان عبقري في كل غرض يعني حتى يعني من عبقريت يحببك أحيانا في الباطل يغويك فعلا كما قال الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاونية يغويك في إيش إنك أنت يحبب لك الباطل كيف يحبب لك الباطل يعني مثلا جاء الكافور بسبب لونه عنصرية بغيظة يعني لا أحد يقبلها ولكن لا تملك إلا أن تتغاضى عن ذلك القوة القصيدة اللي هي عيد بأي حال عدت يا عيد بما مضى أم لأمر فيك تجديد أما الأحبة فالبيداء دونهم فليت دونك بيدا دون هابيد وبعدين عاد طبعا ما بغى أقول ما بغى كلكم حفظين القصيدة يعني أو سامعين أنا ما بغى أردد الكلام العنصر اللي قاله بس كلام قوي الحقيقة فيه إيه أنا ودي أذكر قصة على المتنبي يعني يعني شوف هذا عظمته في إيش المتنبي في سن صغير كتب قصيدة هي القصيدة اللي قيل عنها أنه هو الدع فيها النبوة اللي هي أولها خليت ذكرها الله موجودة في الديوان مهمة لأنها مهمة أذكرها إيه أولها يقول كم قتيل كما قتلت شهيدي ببياض الطلع وورد الخدود وعيون المهى ولا كعيون فتكت بالمتيم المعمودي عمرك الله هل رأيت بدورا طلقت عمرك الله هل رأيت بدورا طلعت في براقع وعقود راميات بأسهم ريشها الهدب تشق القلوب قبل الجلود المهم يمضي في القصيدة يقول بعدين ما مقامي بأرض نخلتها إلا كمقام المسيح بين اليهودي لاحظ هنا هنا شبه يعني مقامه يعني أو غربته في المكان اللي هو فيه كمقام المسيح بين اليهودي تشبيه المقام بالمقام مش تشبيه نفسه بالمسيح يعني طبعا هم هم وشو فيه هي القصيدة اللي يقول فيها شيب رأسي وذلتي ونحولي ودموعي على هواك شهودي طبعا هو يقول نحولي أنا صعب أقول نحولي باق صدري وطال في طلب الرزق قيامي وقل عنه قعودي أبد أقطع البلاد ونجمي في نحوس وهمتي في سعودي ولعلي مؤمل بعض ما أبلغ باللطف من عزيز حميدي عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين طعن القنى وخفق البنود واطلب العز في لضى وذر الذل ولو كان في جنان الخلود لا بقومي شرفت بل شرفوبي وبنفسي فخرت لا بجدودي وبهم فخر كل من نطق الضاد وعوذ الجاني وغوث الطريد إن أكو معجبا فعجب عجيب لم يجد فوق نفسه من مزيدي أنا ترب الندى ورب القوافي وسمام العدى وغيظ الحسود أنا في أمة تداركها الله غريب كصالح في ثمودي فهو بسبب هالبيتين حقه المسيح وصالح في ثمود وشفيه أحد اسمه أبو الدلف عند الوالي وسجنوه بسبب 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 هالقصيدة الطريف في الأمر إنه إنه لما انسجن جاء له أبو الدلف هذا أنا طبعا قاعد أقوله التفاصيل هذا لأنني متشبع بالمتنبي أقول لكم ليش أحبه جاء له أبو الدلف بالسجن جايب له أكل يعني هو اللي واشي فيه جايب له أكل طبعا في نوعيات كثيرة من أبو الدلف في الدنيا فجاي بزعمه يعني يكرمه يعني فقال له بيتين خلدت الحقيقة قال له أهو بطول الثواء والتلف والسجن والقيدي يا أبا دلف خير اختيار قبلت بالركبي والجوع يرضي الأسود بالجيف أنا أقول المتنبي يعني يعني لما إيه في قصيدة عنده أنا يعني لازم لازم أمر عليها هذه القصيدة أنا على فكرة أتمنى من وزارة الثقافة ممثلة بالأمير بدر أنه يتسوى مسلسل على المتنبي لأنه هذا وفق الاهتمام باللغة العربية لأنه هذا أعظم شعراء العربية في مسلسل الحقيقة عمل عمل العديب الراح الممدوح أدوان الله يرحمه ولكن الحقيقة ما كان ما كان بالقدر يعني لا يعني لا على مستوى النص ولا على مستوى الأخراج والتمثيل والإنتاج يعني شوف القصة الدرامية هذه بالله كيف كيف مؤثرة هو كانت جدة الأم هي يعني يعتبرها أم وهي اللي مربيته وطول عنها كانت في الكوفة وطول عنها سنين فأرسل لها رسالة رسالة كتاب كتاب يعني كان يسمى أنه جاي فقبلت الكتاب لما جاها وجتها حمى وماتت من الفرحة يعني تخيل الدراما العجيبة فقال يرثيها طبعا كيف تعرف أنه ماتت من الفرحة هو قيلها في القصيد يقول ألا لا أري الأحداث حمدا ولا ذم فما بطشها جهلا ولا كفها حلما لكن الله من مفجوعة بحبيبها قتيلة شوق غير ملحقها وصما أحن إلى الكأس التي شربت بها وأهوى لمثواها التراب وأهوى لمثواها التراب وما ضم عرفت الليالي قبل ما صنعت بنا فلما دهتني لم تزدني بها علما أتاها كتابي بعد يأس وترحة فماتت سرورا بي فمت بها غم حرام على قلب السرور فإنني أعد الذي ماتت به بعدها ثم يحكي طبعا هو لازم يدخذ الفخر في 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 كل شيء يقول هبيني أخذت الثأر فيك من العدى فكيف بأخذ الثأر فيك من الحمى ومن سدت الدنيا علي لضيقها ولكن طرفا لا أراك به أعمى فوأسف ألا أكب مقبلا لرأسك والصدر الذي ملئ حزما ولو لم تكوني بنت أكرم والد لكان أباك الضخم كونك لي أم لإن لذ يوم الشامتين بيومها فقد ولدت مني لأن فهم رغم يقولون لي ما أنت في كل بلدة وما تبتغي ما أبتغي جل أن يسمى وإني لمن قوم كأن نفوسنا بها أنف أن تسكن اللحم والعظم فلا عبرت بي ساعة لا تعزني ولا صحبتني مهجة تقبل الظلمة هذا شاعر عظيم من أعجازه كمان طبعا كل الحكم اللي تجي في بالكم المتنبي قالها حكم كثير سمعتوها حتلاقي مصدرها المتنبي أنا بس في شي كمان ينرفزني ودي أقوله أحيانا يلصق بالمتنبي أقراها في تويتر وفسائل التواصل أشياء ما هي له في قصيدة سخيفة يقول لك لست أذكره وليس ينساني وتلاقي ينساني يلقى في هذه متكررة أربع مرات في أربع بيات في أحيانا الناس تحب قال المتنبي وتحط أي كلام أو مثلا جاء رجل إلى المتنبي فقال له حسبتك امرأة من بعيد فقال له المتنبي وأنا ظننتك رجل من وين تعريف القصص يعني أكرم المتنبي بالله على التعريف هذا هذا موضوع شخصي من تمكن اللغوي أيضا الخصيدة اللي فيها أنا الغريق وفما خوفي من البللي شوف شوف عظمة اللي آخر بيت فيها فيها لازلت تضرب من عداك عن عرض بعاجل النصر في مستأخر الأجلي قال بيت بعده كله أفعال أمر تسمعه تحسب أنه طلاسم أو سحر بس شوف التمكن كلها أفعال أمر لها معنى قال بعد ما قال لازلت تضرب من عداك عن عرض بعاجل النصر في مستأخر الأجلي أقل أني الأنص نحمل علي سلي أعد زد هشة بشة هبغفر أدني سر صلي كلام تحس أنه طلاسم بس الكلام لا كله أفعال أمر أقل من الإقالة عنل من الإنالة أن من الرفق بعدين لما شافه مستكثر والحروف واستغرب ارتجل على طول قال عشب قسم صدق جد مرنهري في سرينال غضر مصباح مغزوس برعزع دي لثني نولي أنت تحسب الكلام اللي يقوله هذا طلاسم رجعلوا في الديوان حتلاقي كل كلمة وكل حرف لها معنى شاعر عظيم المتنبي يعني مهما مهما عمر أبو ريشة يسألون عن عمر أبو ريشة عمر أبو ريشة أنا أيضا من الشعر اللي يشكلوا شخصية الشعرية ليش عمر أبو ريشة القصيدة عنده بناء كيف بناء يعني عنده تصاعد أحداث وتصاعد وقفر مفاجئة دائما عنده بيت المفاجئة يعني مثلا نعطيك مثال يقول قالت مللتك اذهب لست نادمة على فراقك إن الحب ليس لنا سقيتك المر من حقدي سقيتك المر من كأسي شفيت بها حقدي عليك ومالي عن شقاك غنى قالت وقالت ولم أهمس بمسمعها ما ثار من غصص الحر وما سكن وسرت في وحشتي والليل ملتحف بالزمهرير وما في العفق وانضسنة بعد ما قالت له كذا مش يعني ولم أكد أجتلي دربي على حدس وأستلين عليه المركبة الخشنة حتى سمعت ورائي رجع زفرتها حتى رأيت حيالي قدها اللدنة نسيت ما بي هزتني فجاءتها وفجرت من حناني كلما كمنا وصحت يا فتنتي ما تفعلين هنا البرد يؤذيك يعودي لن أعود أنا هذا عمر أبو ليشا عظمت مثل ما قلت في إليا أبو ماضي ما بقى كثر مسئلة أبو ماضي مثلا شوف الطين شوف قصيدة الطين مثلا فيلسوف كان عنده أشياء قصيدة الطين لما يقول نسي الطين ساعة أنه طين حقير فصال تيها وعربد وكسل خز جسمه فتباهى وحوال ما لكيسه فتمرد يا أخي لا تمل بوجهك عني ما أنا فحمة ولا أنت فرقد أنت لم تصنع الحريرة الذي تشرب أنت لم تصنع الحريرة الذي تلبس واللؤلؤ الذي تتقلد أنت لا تأكل النضار إذا جعت ولا تشرب الجمان المنضد المهم يعني في الأخير يقول له قمر واحد يطل علينا وعلى الكوخ والبناء الموطد إن يكن مشرقا لعينيك إني لا أراه من كوة الكوخ أسود مرقد واحد نصيبك منه أو تدري كم فيك للذر مرقد عنده قصيدة ثانية كمان اسمها السماء لا تسلني عن السماء فما عندي إلا النعوت والأسماء اللي آخرها يقول كل ما تقصر المدارك عنه كائن مثل ما الظنون تشاء فيلسوف فيلسوف يعني هذول أحبهم كثير وكل اللي ذكرتم هذول أثر في تكوين الشعري كي سؤال عن الملحن سهم أنا قد قلت سهم يعني الحقيقة من الملحنين العبقريين المجددين في الأغنية السعودية وعبقرية سهم تكمن في أنه عنده عنده سهم عنده تفاعل خاصة يعني أنا أعطيكم مثال لحل أغنية مثلا عشان عشان أشرح للأنغام وزن القصيدة باين يعني تفعيلاتها باينة وش وش أولها يا ربي إيه بعض الخطأ ما يصلحه قول آسف وبعض الأسف يمحي جميع الخطايا لو هو خطأ من غدر في القلب نازف ولو هو أسف من صدق فعله نوايا الوزن واضح سهم يحط تفاعل من عنده يضيف تفاعل موسيقية للنص ما هي بموجودة يعني لما يلحنها تلاقيها بعض الخطأ ما يصلحه قول آسف تفعيلة جديدة أو حتى في داخل النص لله دري كيف لازلت واقف وأنا بقابي بس باقي بقاية ولله درك كيف تقدر تجازف باللي يعدك فوق كل البراية لما لحنها بتفعيلة مختلفة تماما لله دري لله دري كيف لازلت واقف وأنا بقابي بس باقي بقاية يعني يقطع ويعمل تفعيلات يخترع تفعيلات ما هي موجودة في النص نفسه هذه عبطالية يعني ما هي سهلة يعني يخلق تفعيل جديدة في النص ياسر أبو علي ملحن موهوب جدا وتطوره سريع يعني يسابق نفسه ياسر أبو علي وأنا شخصيا يعني سمعت له كل الأشياء دي لحنها دققت في المؤخرا في كل شيء لحنه غير عادي وفي نفس الوقت كمان متطور يعني تسمع له عمل الآن تسمع له عمل بعد سنة تلاقيه في تطور هائل أنا شخصيا أتمنى وأدعو من خلال اللقاء أنه يكون يعني أنه أنا تحظى نصوصي بتلحينه يعني هنا يقول مين أفضل ثلاث فنانين في تاريخ الأغنية السعودية أنا لا أشوف في أفضل يعني كلمة أفضل ما هي بمنصفة طبعا فيه فنانين سيخلدوا في تاريخ الأغنية السعودية أكيد يعني يعني مثلا محمد عبد وطلال المداح عباد الجوهر في رأيه هذول يعني من الفنانين اللي اللي سيخلدوا في تاريخ الأغنية السعودية طبعا فيه عبد المجيد عبد الله فيه رابح صقر فيه راشد الماجد فيه فيه كثير في مجد المهندس في كثير يعني أحبعد عن أفضل الملحنين الملحنين محمد عبده أشوفه ملحن عظيم رابح موسيقاره ملحن عظيم عبادي ملحن عظيم أفضل ثلاث شعر ما أبغى أقول أفضل الشعراء يعني كثير يعني قلت اللي أحبهم في هذه اللحظة ما هي الأغنية العالقة في ذهنك وما هي شيخة الأغاني السعودية في نظرك والله أنا أعتقد الأغنية العالقة في ذهني الآن آخر ما تغنى لأناني اللي غنتها أنغام شيخة الأغاني السعودية في كذا أغنية الحقيقة ما أبغى أجيب أغاني ولكن طبعا صوتك يناديني نعتبرها مقياس إذا تبغى تفاخر بأغنية سعودية يعني ستلاقي صوتك إلى ديني أول ما يخطر عليك أكثر أغنية دندنها مع نفسك دائما ما في يعني ما في أكثر حسب الحالة أهم ثلاث فنانين من الشباب تتوقع لهم نجاحا لافتا أنا أتوقع العايض عايض أشوفه ناجح جدا اسماعيل مبارك كمان فهد العمري آآ ناصر نايف آآ أو نايف ناصر ما لي متذكر بس يعني آآ داليا مبارك كلهم 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 يعني فيهم فيهم أعتقد لهم لهم مستقبل باهر واعتقد أنه عايض تحديدا أنا أنا يعني يلمسني أنا بسمعكم بالمناسبة بمناسبة الأغاني في هنا أسئلة على أغاني مكبلة كمان تحديدا في قصيدة جديدة أنا أتمنى يا ناس زيت والله يعني بما يعني يا وزير الثقافة أو تركي آل الشيخ يعني بما أنهم يعني يحاولون يمونون على عبد المجيد عبد الله بأنه يغني مكبلة عبد المجيد عبد الله وأنا أشوفه صوت عبقري أنا ما أدلي ليش عبد المجيد عبد الله ما غنى ما يغني أغاني مكبلة يعني زي مثلا يعني زي صوت كيناديني زي المسافة زي زي وغيرها وغيرها يعني يعني مش 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 فأنا أحس أنه لو عبد المجيد عبد الله غنى أغنية مكبلة حيعمل شيء هائل وأنا مستغرب أنه إلى الحين لم يقدم على خطوة مثل هذه أنا من كثر الأوراق اللي جايبها حست هذا نص مكبلة لحنوا صادق الشاعر جديد اسمه العناق الأخير يقول نهايتك ماهي فرق نهايتك شيء غير نهايتك هذا العناق هذا العناق الأخير ضم قلبك لقلبك وذرف أغلى دموع فوق جثمان حبك وطفي وهم الشموع ضم وقت فاتحينه ضم أوهام ممنياتك وكل خيبة داخلك كانت دفينة خذ بك العمر وأنينة خذ من أشها ذكرياتك زاد يضمن رحلتك تبقى حزينة ويلقي النظر الأخيرة على رفاة حكايتك ما في هذا الأمر خيرة بيبقى العسى في مرايتك وحسرتك في الظلوع ويستحيل الرجوع لما قبل هذا العناق هذا العناق الأخير ربما هذا الغرام كان أجمل من دوامه ربما لوه استدام كان ما خلد ختامه ربما صار اعتياد وانطفت جذوة ضرامة ربما بالإزدياد ينقص الأمر بتمامه ربما في الأمر خيرة آه لو يشفي الكلام ما في هذا الأمر خيرة بيبقى العسى في مرايتك وصورة النظرة الأخيرة على رفاة حكايتك وحسرتك في الظلوع ويستحيل الرجوع لما قبل ذاك العناق ذاك العناق الأخير اكفل أبواب اللي فات واذكر إنك كنت مكره لجل تلقى في الشتات شي تحياله في بكرة عيش جمع في شضايا ما تناثر من بقايا من شعورك من خيالك من مواجعك الكثيرة ما هو لجلة حب غيره هذا فوق أقصى احتمالك لجلة تقدر يوم تكتب ما يسكن هم عاشق أهلك معشار حزنك لجلة تقدر يوم تكذب وتمتلي بإحساس واثق إنك انت اخترت سجنك وإن ماضيك اختيارك وإنك اخترت احتضارك بامتثال وإنك اخترت اختصارك في سؤال وش وصد الحب الكبير إلى العناق الأخير ما في هذا الأمر خيرة بيبقى العسى في مرايتك وصورة النظرة الأخيرة على رفاة حكايتك وحسرتك في الضلوع ويستحيل الرجوع لما قبل ذاك العناق ذاك العناق الأخير هذه برضو من الأشياء الجديدة واحد يقول ما هو الجديد مع الفنانة أحلام ما فيه سؤال هنا عندنا بس ضيعتم على أوراق إيه أحلام في تشرق الشمس وتغيب والحقيقة أنها أم فاهدة الله يسلمها مبدعة وأنا سعيد جدا بالتعاون معها وبسمعكم النص بعد شوي بس أدوروا هالحين هنا واحد يقول أليس من الغريب ارتباط ألحان صادق الشاعر معك كشاعر هناك من يقول أنه أنت نظرا لعلاقتك القوية بصادق الشاعر هل من الممكن إقناعه بالكشف عن شخصيته وهل اقتربنا من ذلك أنا يعني إكراما لهذا اللقاء بقول شيء ما قد قلته من قبل وهو قد قلت من قبل ولازلت مصمم على صادق الشاعر اسم مستهار هذا واضح لملحن لا يرغب بالكشف عن اسمه لظروف نرتآها هذا أمر وأزيدكم من الشاعر بيت الجديد صادق الشاعر لم يسبق له أن لحن إلا لنصوص من خلالي سواء كلماتي أو أنا أعطيته نصوص لأحد ثاني للأمير بدر فهد عافت قد لحن التركي عن الشيخ للجادل عبد الله وأبغى أنسى أحد وأذكر أحد أنا كمان عشان أقول أنا عندي فهم موسيقى أنا درست في لبنان وفي صغر يعني في الصغر درست في المدرسة اسمها المقاصد الإسلامية في بيروت كان عمري ستة سنين فدرست المراحل الأولى من حياتي في لبنان وتعلمت بيانو هناك في سن مبكر كانت عندي الموهبة وبعدين لما جينا للمملكة درستنا في مدارس الرياض كان في مدرس كان عندنا مديرنا الله يعطي الصحة والعافية صاحب فضل علينا أستاذ موسى السليم كان حريص على تنمية المواهب في كذا مجان فكنت أنا أشارك في المسرح وكنت أشارك في التمثيل وكنت أشارك في الموسيقى وكنت في فريق وكنت في فريق الموسيقى كنت أعزف أورج وكان في دكتور اسمه فكر سليم الله يرحمه مصري الجنسية وكان صديق أكثر منه يعني مدرس تعلمت منه حتى المقامات والنغم يعني علم النغم والمقامات وتفريعاتها يعني حتى أنا أذكر أذكر مرة ما أدري إن كان زمان عام ما بغا أقول السنة يعني ما بغا أقول العام عشان ما أكبرها أذكر إنه 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 كانت أنغام طالبة في المعهد وكنت معزوم على العشاء عندهم في البيت والدها الله مسيح والخير محمد عيس سليمان فكانت عندها اختبارات كانت في المعهد وقتها فتورتني سؤال اختبارها حق تحليل النغم في المعهد العائي للموسيقى يعني كان في آخر سنة تقريبا حليته كله أنا يعني يعني عندي دراية موسيقية كبيرة هذا كل اللي أقدر أقول لا تطلبون مني أكثر من 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 التصريح هذا توجد انتقادات إيه طبعا أنا أذكر حات تطريفة في مدرس الرياضة طبعا أنا يعني حافظ القرآن من صغري يعني الله يخفر الوالد ويرحمه ففي الحفلات كنت أنا اللي أقرأ القرآن في 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 افتتاح الحفل يعني فأقرأ القرآن فبعد ما أخلص أركض على طول لأنه في نشيد أنا حعزف على في يعني في يعني في في تناقض يعني وإن كنت طبعا في ناس حتيجي الحين تقول أنه لا يجتمع حب الغناء والقرآن في قلب واحد أنا ما لي مقتنع بهذا لأنه يعني يعني في حديث صحيح معروف عن النبي اللهم صلى عليه وسلم شخص من من الصحابة كل شوي يؤتى به في حد خمر يعني الخمر أكيد أنه أكثر من الغناء إذا كان الغناء يعني إذا إذا ركلنا إلى أقوال الناس يتقول الغناء والموسيقى حرام أكيد أنه الخمر يعني أم الخباث أكيد أنه يعني شيء أخطر أرد على جزئية بس لا يجتمع حب الغناء والقرآن في قلب رجل واحد من كثر ما يجاب أحد الصحابة لعنه فقال الرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلعنه هذا رجل يحب الله ورسوله يعني فأحيانا تفسيرات كل يؤخذ ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر على ما قيل أشوف هل هناك تعاوم مع عبد المجيد عبد الله والله في القريب العاجل لا ولكن أتمنى عبد المجيد أنا أتمنى أتعاون مع عبد المجيد في عمل مكبلة يكون من ألحان صادق الشهر وأعرف أنه هو الذي يقبل بذلك لأنه يعني أكيد لو يبغى كان سمعناه مع أنه زمان عبد المجيد كان له تجارب زي تخيل يعني زي تخيل تخيل أغنية في غاية الجمال مذهب واثنين كبلة مختلفين ليش أقول كذا ليش أقول عبد المجيد لأنه صوت عبقري مساحته كبيرة عذب ودي أسمعه بعمل مكبلها استثناء يعني يجرب مرة واحدة وأتمنى تكون تجربة هذه من خلالي أبس أمعكم النص اللي بتغنيه مفروض عم فاهد أحلام في شريطها القادم تشرق الشمس وتغيب ويكسى قريب وينسى قريب وفي أغلب الأوقات نعرف بعد ما يفوت الأوان ما خاب ظن اللف قريب تصدق ظنون وتخيب ويهجر حبيب ويغدر حبيب ومره من المرات يصدف في غفلة من طبع الزمان يصدق ويوفي حبيب وتشرق الشمس وتغيب ليقلب خلى عيني مزنة تمطر عذاباته دليل إن المخلد وسط سجنة من ينتظر رد الجميل لقلب دقاته غدت علو عسى يحيى على بعض الأمل في المستحيل هي قوته تكمن في وهنه لو يجمعوا ما في القصايد من أسى وكل الأغاني من الأزل عن الرحيل ما عبرت عن بعض حزنه سامح خطايا من طغو جارو قسى وبحربه الشط الأجل واشعل الفتيل أحرق مجاديفة وسفنة يا قلب أتعبني صمودك بالله قل لي أنت قلبي أو قلب من خان عهودك وقل لي من فينا اللي مخطي وقل لي من فينا المصيب يهجر حبيب ويغدر حبيب ومره من المرات يصدف في غفلة من طبع الزمان يصدق ويوفي حبيب وتشرق الشمس وتغيب فيها كمان قصيدة ودي أقولها هذا سؤال فيه سؤال وفيه تعليق من أبو ناصر الأخ العزيز الغالي تركي على الشيخ الله يسلمه أشكرك يا أبو ناصر على كرم خلقك أخجل أني أنا أنقل ما قاله ولكنه يعني يقول أني أنا سأكون لبصمة في تاريخ الشعر العربي هذا من فضلك يا أبو ناصر ومن كرمك وسؤال أبو ناصر يقول هل تقدر تقنع صادق الشاعر بليلة لو في موسم الترفيه لا أبد مقتنع عني أنا أبو ناصر أبقنع خلاص اعتبره تم هنا إيه هذا سؤال جيد البرواس شبيها الريح مذهلة بنفترك دخون ما هو عادي أجهلك لماذا تحضر رغم مرور الأعوام ولا يعمل الجديد هذا سؤال في منتهى الأهمية وأنا عشان كذا أقول الأغاني المكبلها إذا كانت جيدة تخلط يعني ما أبغى أحكي عن أغانيي أنا يعني ما أبغى الأغاني اللي ذكرت الحمد لله نجحت يعني ولكن صوتك يناديني كم عمرها صوتك يناديني كم عمرها صوتك يناديني تسمعها إلى الحين بينما الأغاني الأغاني يعني اللي هي على وزن واحد ولحن واحد قد تنجح نجاح مدوي هائل ولكن لا تعيش يعني لا يمكن يجي أحد مثلا يطلب يعني أغنية منها النوعية ما أبغى أسمي أسامي عشان ما يعني هي ما هي بإساءة ولكن هي وصف حالة الأغاني الجديدة اللي لحنها متكرر تنجح نجاح نجاح مدوي لفترة ويجي غيرها يطغى عليها ويمسح يعني إلا ما ندر منها ولكن الأغاني المكبلها تعيش بديل على ذلك أبعتذر البدر ومحمد صوتك يناديني ما أبغى أجيب يعني يعني أعمال لي أنا ولكن في الحقيقة كمان عشان واحد ما يظلم نفسه فيه أعمال لي أنا أعتقد أنها خلدت رغم أنها فات عليها سنوات طويلة يقول ألا ترى في الجيل الشاب الجديد من الفنانين والفنانات قدرة على إعادة مجد الأغاني المكبلها والله أتمنى أنا أنهم يتشجع وأنا أشوف مثلا عايد كمساحة صوت عنده مساحة صوت ما شاء الله تخليه غني أي شيء وكذلك من الفنانين الشباب اللي ذكرتهم قبل شوي وفيه كمان من فنانين اللي أنا أتمنى طبعا مثلا أرجع وكرر أمنيتي على عبد المجيد عبدالله هذا الصوت العبقري أنه يغني مكبلها أنا أحس أنه إحنا حيكون عندنا شيء ذو قيمة غير عادية يعني مش لن تكون لن يكون شيء سهل نقول قصيدة نحبها اسمها سجود صابني هم كأود ما شكيت أهل الورى لذت بالحي الودود وهذا كل اللي جرى طاح حزني في سجود وسال مع دمعي وجرى ما غدى الهمي وجود وجرحي المضني برى من تأمل في الوجود ينذهل مما يرى دنيا يملاها الجحود والوفى حلم فكرة دنيا ما فيها خلود كل من فيها افترى مهما يعلى في الصعود مرجعه تحت الثرى من بغى طب الحقود ما لقى مهما احترى لا تفكر في الحسود لو على همك سرى ولا تفاخر بالجدود لا تلفت للورع بغير فعلك ما تزود لوهم سود الشرى في اليسر تلقى الحشود وكل الودك شرى والعسر عذر الصدود محدن بعسرك درى والعسى ما منه فود ما كتبلك ينقرى وان غدا همك كأود ما سوى ربك درى في قصيدة فصحة بعد انا احبها اذا ازهكتوا مني علموني عشان لا الصدق اذا ازهكوا علموني بالله اروا احد ثلاث تعليقات ازهقنا عشان نبشي دعيني في عذاباتي دعيني يزيد الامر سوءا ان تعيني فمن يشقى بعقل ذي فضول يرى الدنيا تقود الى الجنون ومن فتكت به سود الليالي فليس يسر بالصبح المبين ومن قد خانه اصحاب عمر لسوف يريبه صدق الامين ومن يبلى بغدر تلو غدر يرى كل الدروب الى الكمين مضى عمري وعمر مثل عمري يقاس بهمه لا بالسنين ضلوع اصبحت قطبان سجن لقلب هده صبر السجين ولست ارى الحياة تسر حيا فان سرت تسر لبعض حين يمر كومض برق ثم يمض ليرجع ظلمة الليل الحزين اراك ضحوكة من جري دمعي ويطربك المدار من انيني كفاك تلاعبا وكفا خداعا وعطفا قصده ان تقتليني الا ان كنت راحلة تروي خذي طيفا تشبث بالجفوني خذي الماضي واشهى ذكرياتي وطوق نجاة عمري وتركيني ولا تدعي لما يسلي طريقا ولا تعدي بان تصلي عديني فلست اطيق برأ جراح قلبي وقد ادمنت غما يعتريني ولست بموقن الا بشك ولست اشك الا في يقيني انا ودي اني انا اكفل بقصيدتين بس قبل ما اكفل ودي اشكر الامير بدر والاخوان في وزارة الثقافة على هل في طلبات القصايد معينة الرابع احد في قصايد معينة رشيد ولا اشكر الامير بدر وزير الثقافة الله يحفظ على هالدعوة الكريمة واللي اتحلي فيها فرصة الالتقاء معكم انا شخصيا ما تعودت اني القي قصايدي من غير تفاعل فتعوضوني بالتفاعل في الامسية الجاية ان شاء الله يكون التفاعل مضاعف ايه في قصيدة جديمة بس انا احبها سيد جروحي شمس عمري وظلي البعد طول والخطى منك واضح اذا غرورك يمنعك تعتذرلي تعال جنبي وابتسملي وسامع تدري احبك لكن الموت ذلي ادوس انا قلبي لو الشوق جامع الله اعطاك الحظ واصبحت خلي والله اعطاني اياك طاغي ملامح سألتني يا ياسميني وفلي يا كيف يشفي الورد والشوق جارح مثل العيون اللي لها كل كلي زايد حلاها لكن الدمع ما لح وش تنتظر يكفي دلال وتغلي الوقت ماهو للوصل دوم سانح ما دمت ترحالك وما دمت حلي انصرت انا خسران ما صرت رابح سيد جروحي شمس عمري وظلي الحب بعد وقرب مخطي وصافح اذا غرورك يمنعك تعتذر لي لا تعتذر لي قول اسمي وسامح ابا كفر الوطن الاعز سلاما ايها الوطن الاعز بفضل الله والله المعز بك القرآن انزل فزه فخرا على الاوطان فخرك لا يبز هنا صام النبي هناك صلى هنالك كان للتوحيد يغز ضحى الاسلام فيك ومبتداه وانت له مدى الازمان حرز فانت الكنز ليس النفط كنزا هذا من قال ان النفط كنز وللاوطان في الرايات طرز فماذا عنك والتوحيد طرز بك الحرمان لا يأتيك ذل ولا خبث ولا غي ورج ولا يثنيك انكار وجحد ولا غمز ولا همز ولمز عن الاغداق دون اذن ومن كأننا خيل جودك لا تجز لانت الجود كم ارض جدوب بغيثك اصبحت ريا تنز ولا ترج جزاء او شكور فليس بجودك المشهود فرز ستعطي من صفو طبعا وهد ومن غيظا على الاسنان كز فلا تعبأ بغل في صدور عثت فيها شياطين تأز وعامل كل شتام بذيء كأن نعيقه همس وركز فإن تهزم بشتم أو بقذع فهذا والذي أعلاك فوز فما يعليك مدح مستحق ولن يؤذيك إجحاف ونبز فلا تأبه بأحقاد الأعادي ولا تعجب فقدرك يستفز مكامن أنفس ضاقت بمجد قديم سرمد فيها يحز سعوديون نحن إذا رضينا كسل أصحاب ديباج وخز سعوديون سعوديون نثبت إن غضبنا بأن النصر دون الفتك عجز سعوديون تحمدنا السجايا لكل سجية في الخير رمز ألا يا أيها الوطن المفد ولا أقلوبنا لك لا يهز نراك نعيمنا نراك نعيمنا لو ضاق رزق ويشبع جوعنا تمر وخبز ونحن جحيم من عاداك دوما وتنكيد وتنكيل ورج سلاما أيها الوطن الأعز سلاما أيها الوطن الأعز سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك أشهد أن لا إله إلا أنت ترجمة نانسي قنقر